السلام عليكم انا عمر احمد عبدالعزيز الفيديو ده تابع المحاضرة السادسة اللي اتكلمنا فيه عن السرق العلمية واعادة الصياغة الطلب مني ان اشرح برنامج من برامج الديوتكشن بتاعة البليجوريزم فانا هشرح في الفيديو ده ان شاء الله وكمان هرد على الاسئلة اللي اتسألت هو الموضوع يعني بتاعة البرنامج سهل جدا ووسيط فوق ما تتخيله يعني هو مش بحتاج فيديو هنفتح جوجل عادي هنكتب في السرش فوق بليجوريز بك هنفتح الموقع ده الموقع عهو بتاعهم هندوس على كلمة download الفوق عشان ينزل وحادث لك هنا اللي ستبس اللي هنعملها يعني بعد ما ينزل بعد ما ننزله هو كده بينزل تحت بعد ما درسل download بس كده هنزل هندوس عليه وزي ما هو قيل يعني هندوس ok بعد ما يفتح هنجيب الفايل ده مثلا الفايل اللي احنا عايزين نشوف النسبة فيه هنحطه ممكن بغضا نحط pdf او او نعمل copy و paste التكست هكيا ندوس perform analysis هو هيعمل بقى الاناليسز هيقول لك النسبة فيها نسبة السرقة العالمية يعني كم في المية وكمان في ميزة حلو قوي ان هو بيقول لك كمان انت باخد انهي جمل هي اللي فيها نسبة سرقة العالمية عالية فهو بيحددها لك تحت هو كده خلاص بقى 100% الاناليسز خلص هندوس على result بس كده دي النسبة هي موجودة ودي المواقع اللي هو بيقول ان فيها نسبة فانت ممكن تدوس على علامة التشيك دي علشان اللي هو يعني نركز مع المواقع دي اللي هي المواقع دي اللي يقرى فيها هتلاقي كل ما ندوس على مواقع النسبة بتزيد بتاحت الاناليسز تكست اللي ظهرت دي هي اللي فيها اللي هتلاقي مسلا هي ملونة قوي دي اللي فيها نسبة عالية فديها بقى المفتن المفروض تغيرها بس ده بالنسبة للبرنامج يعني هو سهل وبسيط جدا فيه بقى ملحوظة ان احنا قبل ما نعمل الاناليسز هنشيري الريفرنس لست من الفائر يعني نحط التكست بس من غير الليستة بتاعت المراجع لان اكيد الليستة هيليقها في مواقع تانية فهاي عليلك النسبة حشان كده هتلاقي النسبة هنا عالية ان انا سيب الليست موجودة في الفائل بس كده ده بالنسبة للبرنامج بليجيس دلوقتي بقى نبدأ الرد على الأسئلة بتاعتكو طيب اول سؤال لحد كاتب ان هي عندها مشكلة في عادة السياغة هي بتبقى فهمها المعلومة اللي هي جابتها بس ما ببتيجي تغير السياغة موضع بين الجوالها بيبقى سعر فهي عايز تطور الموضوع ده تعرف تطوره ازاي وتجبيه المراضفات انا قلت في التبس ان احنا لو مش عارفين المراضفات نقدر نستخدم جوجل نكتب بس الكلمة جنبها كلمة يعني مثلا ان احنا عايزين كلمة وورك وعايزين لها مراضف فهنكتب وورك سينورمز هتجيب لك كل الحاجات اللي شبهه وورك بس طبعا متاخدوش على طول تركزوا ان الكلمة دي هتنفع اصلا في الموضوع بتاعكو هتبقى في نفس السياق وزي ما قلت يا جماعة السينورمز الوحدة مش كفاية انا قلت الخطوات كلها كاملة والتيبس وزي ما قلت ان السينورمز بس ونشيل كلمة ونحط كلمة زي ما اتفقنا هيبقى بتش رايتين ازاي بقى نطور ايه ان احنا نشتغل كتير يعني نكتب كتير فمرة بعد مرة هتلاقي الموضوع بقى سهل بنسبلك هيبقى عندك حصيرة كلمات بمرضفاتها كبيرة جدا فهو بس الموضوع بيبقى صعب في الاول فهو ده السينورمز هتساعدكو يعني السؤال الثاني او لو عندي نسبة شك في معلومة انها معلومة عامة ومش محتاجة نكتبها في الريفرنس بس هي عندها شك ان هي كومن نورج اصلا فما انا قلت لو عندكو شك يا جماعة نعمل سايتينج عادي طبعا ما فيه نسبة شك لازم نعمل سايتينج لان كمان اصلا في البحث العلمي انت بنسبة قليلة هتلاقي حاجة كومن نورج نتخدي حاجات بتبقى حاجات جديدة حاجات مثلا مثلا فايندينج بتاعت ناس جديدة بتاعت البابرز مثلا حاجات الناس لسه عاملها في تجارب فهي بس الحاجات اللي في الاول مثل الانتروداكشن او هستوري الحاجات اللي هي القديمة شوية هي دي اللي ممكن يكون فيها كومن نورج فلا واحن نشكين هنعمل سايتينج عادي زي ما احنا فيه سؤال تاني برضو اللي هو انا لو خدت سطر واحد وعملت الريفرنس بس ممكن اعمل كابي بيست يعني على طول وخلاص انا ما عملت الريفرنس لا احنا ما قلناش كده في المحاضرة انا قلت اي معلومة هتتكتب حتى لو سطر يا جماعة لازم نعمل برافريزنج هنعمل الريفرنس او كل حاجة بس لازم برافريزنج اساسي لازم كل حاجة تتكتب باسلوبك انتي عشان الجملة دي هتعديلك نسبة السرق العلمية فليه الجملة دي بتاعت حد الحق بتاعه يعني لازم نعمل كابي برافريزنج ليه فانتي مفروض الاساس ان انتي تعملي الريفرنس وتعملي برافريزنج يعني دي الحاجة الوهيدة اللي عاد تأكد عليها في المحاضرة ان السويتاشن اللي واحده مش كفية لازم برافريزنج وقلت الستيبس والتيبس اللي هنمشي عليها بس كده لحد الوقت هذه الاسئلة اللي جاتلي مفيش اسئلة تانية بصراحة فشكرا ليكم ويا ربنا يوفقكم يا رب